أحل تراب جدمك يا عراقي موهبة فنية جميلة حولت محل الحلاق إلى منتدى للثقافة والفن والغناء سيف الحلاق لا يكتفي بحلاقة شعر زبائنه وإنما يسمعهم غناءه وعزفه على العود ما جعل محل الحلاق الخاص به مقصدا للعديد من المثقفين والإعلاميين في بغداد لك محتاج للماء خصلة الجميلة به الخصلة الهادئة أنه يتماشى معه التطور من ناحية القصات الشعر وإلى آخره هذه الشغلة الثانية والأهم هي طبعا أنه صوته جميل جدا فأنت بداخلك تفرح من أن نشوف واحد عنده مهنة وموهبة بنفس الوقت وعلى غير ما اعتاد الناس عند الحلاقين تحولت أوقات الانتظار في محل سيف للحلاقة إلى أوقات للمتعة بالاستماع إلى عزف الموسيقى والغناء لا سيما الأغاني القديمة والتراثية التي يتقنها الحلاق سيف أحلت رائب أحلت رائب جدمي أيج شمعة البيت ويؤكد الحلاق سيف أن موهبته الفنية أضافت الكثير لمهنته في الحلاقة وجعلته متميزا بها أغلبية الزبائن تجي للمحل تسمع صوتي وتسمع ألحان على الوطن الحبيب فأغلبية الزبائن يطلبون من عندي أغاني نشيد وطني وأنا شيء حلو على بغداد والعراق فأغلب الزبائن يكونون يم الحلاقة أنه يكونون فد يعني يعتبرون الحلاق أنه مكان مصدر راحة لهم هي الموهبة عندما تجد من صاحبها ذكان فيوظفها لخدمة مهنته لتتحول هذه الموهبة إلى عامل المساعد على نجاح صاحبها في مهنته وتسويقها في المجتمع